اشتركوا في القناة ابنائي وبناتي اخواني واخواتي طلاب التعليم عن بعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية يسعدني ان التقي بحضراتكم في اللقاء الثامن من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعب المحاسبة السؤال التقليدي قبل ان نبدأ اللقاء هل الصوت واضح ووصل لحضراتكم تمام على بركة الله تعالى نبدأ لقاؤنا اليوم هنا قد تناولنا في اللقاء السابق واشارنا الى الاطار النظري للبحث وانا الاطار النظري هو نموذج مفاهيمي لكيفية تمضير العلاقة بين عدة متغيرات والتي تم اخذها في الاعتبار عند صياغة المشكلة وبعد كده قلنا ان هناك او ان الاطار النظري ايضا بيعتبر الاساس الذي يبنى عليه البحث وهذا الاطار النظري يتم وضعه بشكل منطقي حيث يظهر العلاقة بين المتغيرات والتي تم تحديدها من خلال عمليات مثل المقابلات الشخصية والمشاهدات واستعراض البحوث السابقة بعد كده انتقلنا الى خصائص الاطار النظري الجيد وقلنا ان خصائص الاطار النظري تتمثل فيه واحد يجد تحديد المتغيرات الملائمة للدراسة بوضوح لما اقول المتغير بتاعي المستقل والتابعي بلازم احددهم ويكونوا واضحين بالنسبالي تماما يبقى واحد يجد تحديد المتغيرات الملائمة للدراسة بوضوح اثنين يجب ان تبين الدراسة كيف ان المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظرية للبحث عشان كده قبل ما ادنيه دي نقول ما في علاقة اثر المراجعة المشتركة على قيمة الشركة عشان اقول المراجعة المشتركة دي بتأثر على قيمة الشركة ما هو لازم من خلال الاطار النظرية يقول لي في علاقة وربط ما بين هذين المتغيرين ولا لا يبقى بيمكن او يجب ان تبين الدراسة كيف ان المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظرية ثلاثة اذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة او العلاقة دي ترضية العلاقة دي عكسية العلاقة دي معنوية العلاقة دي غير معنوية العلاقة دي موجبة العلاقة دي سالبة وهكذا يبقى إذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة بين المتغيرات من خلال الدراسات السابقة أقول والله الدراسات السابقة توصلت إلى أن في علاقة فعلا ما بين المراجعة المشتركة وبين قيمة الشركة لا ده في بعض الدراسات قالت ما فيش علاقة طب سانية واحدة أما للدراسة بتاعتك إنت اللي انت هتقوم بيها بقى اللي هو قلناه في أول لقاء لو نفتكر الكونتروبيوشن بتاعتك الإضافة بتاعتك إيه هل انت بقى متوقع بفيه علاقة ما بين هذه المتغيرات مجابة ولا سالبة ولا ترضية ولا عاقصية ولا ولا إلى أشر أيضا يجب الشرح بوضوح لماذا تتوقع الدراسة الحالية وبود العلاقة بين المتغيرات وهذه أو نوع هذه العلاقة طب انت لماذا متوقع العلاقة تبقى مجابة لإيه بناء على إيه أسنبت رأيك دوة إلى إيه وهكذا يجب أيضا أن توضيح العلاقة بين المتغيرات في شكل رسم بياني حتى يتم شرح هذه العلاقة للقرب بوضوح المفروض ده كده ما تم تناوله بإيجاز خلال الإلقاء الصارق عايزين نتكلم النهاردة بقى على المتغيرات المتغيرات أطبعا متغيرات الدراسة بتاعتنا وبعد ما نتكلم عن المتغيرات نتكلم عن الفروض تمام يبقى معنا كده ده الأجزاء لنرى النهاردة مهمة ونقول عليها مجموعة من الأسئلة إن شاء الرحمن أكيد طيب تعالوا نبدأ كده بالمتغيرات يعني المتغيرات تعريفها إيه؟ هو قال التعريف بالنسبة للمتغيرات في بداية الفصلة لما قال بعد تعريف الإطار النظري في صفحة 62 ها أكتب لكم الصفحة عشان تبقوا متابعين معايا أبنائي وبناتي الأفاضل أو صاد صاد 62 قال المتغيرات هي أي شيء يأخذ قيمة أي شيء يأخذ قيمة ومن أمثلة هذه المتغيرات هو والله درجات الاختبارات عدد الغائبين الحوافز إلى آخر كمان لما ده اسمه المتغيرات والمتغيرات دي بتنقسم إلى عدة أنواع فهو ذكر لحضراتكم أربع أنواع من المتغيرات المتغير المستقل المتغير التابع المتغير الوسيق المتغير المتداخل وكنا قد تناولنا وتعرضنا إلى هذه المتغيرات في لقاءات سابقة طيب تعالوا نقول إحنا ركزنا على إيه؟ في هذه العنصر بالنسبة للمتغيرات أولاً المتغير التابع وهو يؤرف ألضاً بالمتغير الأساسي لأن التركيز بيبقى عليه؟ نعم لما أقول العنوان بتاعنا في الدراسة أثر نكتبه كده لحضراتكم أثر تطبيقى المراجعة المشتركة على قيمة الشريكة نقول هنا كده أو جودة التقارير المالية طبعاً كتبت أو يعني بس عشان إيه؟ هو المفروض أنت تعمل حاجة واحدة تمام؟ حاجة واحدة يعني بس يا دكتور هو أثر تطبيق على فيمة الشركة واسكت؟ آه ده بحث أو أول أثر تطبيق المراجعة المشتركة على جودة التقارير المالية؟ نعم تمام؟ خلاص؟ انت قلت هنا على كذا وكذا تمام؟ يبقى معنى ذلك الأول عشان نتفق ونوهت عن الموضوع ده بالنسبة لحضراتكم بادئ ذي بدئي أبنائي وبناتي الأفاضل المتغير المستقل أهو المتغير المستقل يأتي أهو أولاً في العنوان على طول عشان ما تنسوا هايش يبقى لما نقول هنا العنوان بتاعنا أثر تطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركة وجودة التقارير المالية أدلة عملية من بيئة الأعمال السعودية في ضوء ما سابقه فإن المتغير المستقل هو نوطفين وشرط وانتوا اللي تدعوهوا بقى من أهديكم اختيارات طبعا في السؤال ده وجبتوا على فكرة في الاختبار يالله أبنائي وبناتي الأفاضل يبقى لما المتغير المستقل مين ها أو ما يبقى لما ألف المراجعة المشتركة ده قيمة الشركة جيد جودة التقارير المالية ده أدلة عملية من بيئة الأعمال السعودية يبقى هنا الإجابة الصحيحة هي هتبقى ألف اللي هو المراجعة المراجعة المشتركة تمام يبقى ناخد بقى أبنائي وبناتي الأفاضل زينب ومونة ها أما نقول المتغير المستقل ها بيجي فين في العنوان يأتي أولا المتغير التابع اتبع لحضراتكم برضو المتغير التابع يأتي بعد كلمة السلام عليكم وصل الحمد معلش السيستم كان فصل والله لا حاوله هو كواته مش عايقوا نحن نتكلم في المتغير المستقل والتابع مش عارف لإيه ممكن قريب ولا حاجة تقريبا يعني طيب نرجع تاني أثنين وابنائي الأفاضل فبقى لما نقول العنوان بتاعنا السؤال اللي كنا متوقفين عنده ها بفرض أنك تقوم بدراسة أو ببحث بعنوان أثر تطبيق المراجعة المشتركة على قيمة الشركة في دوق ما سبق وابنائي الأفاضل فإن المتغير التابع هو ممكن يجبهあります واختابة منافع ليس نجب tekrar هو ما قال في دوق ما سبق فينا المتغير التابع هو المراجعة المشتركة ألف العبارة المصعد過 ما هي العبارة خطئ يبدأ هنا الإجابة لا لا كون تاني ابنائة مون أنا يقول إيه فيدوق ما سبق فينا المتغير التابع المتغير التابع ليس المستقل انا قلت في ضغم سبب فان المتغير التابع هو المراجعة المشترك يبقى العبارة خطأ لان المراجعة المشتركة دي متغير مستقل ما انا عارف ما انا قلت التابع ما انا عشان كده يبقى العبارة ايه يبقى العبارة خطأ يبقى العبارة ايه خطأ لان المتغير المستقل هو المتغير التابع ليس المراجعة المشترك وانما هو مين وانما هو قيمة ايه الشريف يبقى اذا في النهاية والخلاصة المتغير المستقل يأتي اولا المتغير التابع يأتي ثانيا بعد كلمة علاء عشان ما ننساش خالص بعد تمام؟ طيب نقول برضو شرحة حواليهم كده بسيط وباجازهم شديد يبقى ده نسال واضح جدا وضوح الشمس لكم ابناء وابنات الافاضل وجاي في الاختبار بمشيئة المولى عز وجل طيب مش محتاجين بقى اقول اي عنوان يعني نقول مثلا ايه اثر الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري على العائد المالي او على الاداء المالي للشركة تاني كده نقول الايه اثر ادي عنوان جعل بالي اثر الافصاح الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري على الاداء المالي والتشغيلي للشركة ده عنوان اهو ينفع يتعمل رسالة من يوسيل او دكتوراه انتوا بقى لتقولوا هنا فين المتغير التابع وفين المتغير المستقل ها نوم ايرين السؤال اقول انا السؤال في ضع ما سبقى فان المتغير المستقل هو انا بقولها هو ابنتنا زينة المتغير المستقل تمام اهمونا سبق اتنا عطلات قالت الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري لازم تكمله الجملة على فكرة تمام بس انا فهم كنتو تقودوا هاي يعني لان المقترض الافصاح المحاسبي عن ايه لا ممكن اخدعكم برضو ازاي ابني وبناتي الافاضل اهم جاب الف الافصاح المحاسبي عن الافصاح المحاسبي عنScript عن المسؤولية اجتماعية pada الافصاح المحاسبي عن التنمية المستدامة دال مثلا قلنا الأداء المالي والتشغيلي للشريك أنا جبت كده إفصح محاسبي بس هو العنوان بتاعنا إفصح محاسبي عن مين عن رأس المال الفكري تمام نفس العنوان في ضع ما سبق فإن المتغير التابع هو المتغير التابع هو المتغير التابع إيه خلاص بقى إحنا اتفقنا المتغير التابع دكتور دال بيدي بعد كلمة تعالى نشوف العنوان اللي أنت بيقول اللي أنت لسه ذكرته وكتبته من شوية أسر إيه صح كذا كذا على الأداء المالي والتشغيلي أيوة يبقى الأداء المالي والتشغيلي هو المتغير مين هو المتغير التابع تمام السؤال ده سأل ولا صعب عندنا يا جنات الأفاضل طيب تمام على البركة يا رب طيب ممكن ده نجيب سؤال برضو آخر في تعريف المتغير كل متغير من دول فيهلمني برضو تعرفوا على الأقل حد أبنى تعريف يعني المتغير المستقل يعني المتغير التابع يعني المتغير المتداخل يعني المتغير الوصيل فنقولهم كده بالإجازة دي المتغير التابع ده في صفحة كام؟ في صفحة 63 ناخد بس سطرين عن كل متغير من هذه المتغير المتغير التابع قلنا يعرف أيضا أو يعرف أيضا أو يعرف بالمتغير الأساسي وهو المتغير موضوع الاهتمام بالنسبة للباحث فهدف الباحث هو شرح أو توقع التغير في المتغير التابع بمعنى آخر فإن المتغير التابع هو المتغير موضوع البحث والذي من خلاله يجد الباحث حلا أو شرحا لمشكلة البحث ويهتم الباحث بقياس وتحديد كمية هذا المتغير وكذلك المتغيرات الأخرى المؤثرة فيه ممكن أجيبها في سؤال نعم أو ما إليه هو متغير يعتبر موضوع البحث والذي من خلاله يجد الباحث حلا أو شرحا لمشكلة البحث أرف المتغير المستقل به المتغير الوسيط جيم المتغير المتداخل دال المتغير التابع يبقى إجابة صحيحة أتنائي ومناتي أتبقى إيه آي وكذا اللي هو رقم دالي بالمتغير التابع يبقى نخلي بالنا من تعريف تمام طيب نيجي بعد كده على المتغير المستقل المتغير المستقل تعريفه هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع سواء بيأثر بشكل إيجابي أو بشكل إيه سلبي لما احنا قلنا بقى العلاقة بينهم ممكن تكون طردية أو عكسية أو مجابة أو سالبة أيا كان إذا المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل سلبي أو إيجابي بحيث أنه بظهور المتغير المستقل والتغير فيه يحدث تغير في المتغير مين في المتغير التابع فنخلي بالنا من تعريف المتغير المستقل لو تقرمتم لأنه ممكن نجيبه برضو في سؤال إما صحة وخطأ أو اختيار من إيه أو اختيار من متعدد تمام مش هوضع الصيغة بقى خلاص احنا تعلمناها ممكن نقول ليه سؤال نقط نقط هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل سلبي أو إيجابي ألف المتغير التابع ب المتغير المستقل جيم المتغير الوسيط دال المتغير المتداخ لما الإجابة ب اللي هو المتغير مين المستقل صحة نيجي الصحة اللي بعدها تعريف المتغير مين الوسيط المتغير الموسيط هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل ببقى ثاني المتغير الوسيط هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل بمعنى أن ظهور المتغير الثالث اللي هو المتغير الوسيط يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغير التابع والمتغير المستقل فنخلي بالنا من تعريفه عشان ممكن نجيبه في سؤال طبعا نوضح وعمل راسم عندكم كده من شكل بسيط ولكن الفعالية التنظيمية وعندنا تنوع العاملين فتنوع العاملين ده بيؤثر في الفعالية التنظيمية ولا لأ طب ده المتغير المستقل وده تابع من خلال مين المتغير الوسيط اللي هو الخبرة الإيدارية نيجي بعد كافي صفحة 66 تعريف المتغير المتداخل هو المتغير الذي يظهر خلال الفترة من اللحظة التي يعمل فيها المتغير المستقل للتأثير على المتغير التابع ووقت التأثير الفعلي لهذا المتغير المستقل على المتغير التابع وبالتالي هناك فترة جمانية لكي يعمل المتغير المتداخل ويعمل هذا المتغير على صرح تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع طب في النهاية برضو عشان أكون أمين مع حضراتكم وتفهموها برضو بإيجاز شديد دائماً وإحنا بنعمل الأبحاث بتاعتنا أبحاث الترفيئة لأستاذ المشارك وأستاذية وحتى فيه رسائل المجستر والدكتوراه بيتم تقسيم هذه المتغيرات أبنائي وبناتي الأفاظ اللي يهميني بقى تعرفوه فعلاً حقيقي فوق الحالة عملية ثلاث أنواع من المتغيرات هتبوا منيكم هاو عشان ما تنسوهمش أعتقد مش عارفة لأن كتبتم قبل كده ولا لا كنا بنقوم أقسمينها كده أول حاجة على طول لازم نقوم كتبين كده المتغير التادع لأن دا الرئيسي بتاعنا جنبها كده المتغير المستقل شرطة المتغيرات الرقابية أو يقولوا عليها أحياناً الضابطة أو الحاكمة حاضر الناتو نادين هجاوبك حاضر تمام كده ومش أحد أخص بس في التفاصيل فيها يعني لكن بالمناسب المتغير المتداخل والوسيط دي بنقول عليهم من اتنين عبارة عن متغيرات رقابية بتؤثر على العلاقة ما بين المتغيرات التابع والمتغير المستقل تمام يبقى تاني هو كل ما كان ان المتغير المتداخل دا بيبقى فيه وقت شوية بياخد وقت حتى يظهر تأثير المتغير المستقل على مين على المتغير التابع لكن اللي اتنين اللي اتنين سواء متغيرات متداخلة او متغيرات وسيطة هي اسمها متغيرات رقابية او ضابطة او حاكمة بصي كده من اسمها يقولك متغيرات رقابية control variables تمام يعني متغيرات رقابية او متغيرات حاكمة فدائما كده منون عليها انها متغيرات بتبحث اه او بيتم ادراجها في نموذج الانحضار لكياس العلاقة بين متغيرات اخرى التي قد تؤثر في المتغير مين التابع بتاعنا فهذه المتغيرات دي احنا بنحطها لضبط العلاقة لضبط العلاقة ما بين المتغير التابع والمتغير المستقل يعني ايه ابنائي وبناتي الافاضل عشان تفهموها اكتر بالمثال عملي لما اجي اقول دلوقتي نفس المثال اللي قلناه من شوية اثر او اكتب لكم تاني العنوان اثر باختصار المراجعة المشتراقة على قيمة الشركة عشان تفهموها بس حتى يعني للعلم بالشي مش لدي في المنهج بشكل عدي او بشكل خاص اسف انا عارف هنا المتغير التابع بتاعه والمستقل لخلاص العنوان انا دكتور واضح المراجعة المشتركة المتغير المستقل صح تمام صح يا دكتور المتغير التابع قيمة الشركة صح صح يا دكتور تمام المتغير التابع المتغير التابع طيب انا ممكن اقول ربحية الشركة ربحية الشركة ممكن تؤثر على قيمة الشركة ممكن طيب ساني واحدة كده جودة آليات الحوكمة يمكن يمكن اه يمكن ان تؤثر على العلاقة بين المراجعة المشتركة وقيمة الشركة مش كده ولا ايه تمام طيب عشير تبقى انا هاخدهم معايا في الاعتبار طيب اديس ما هي بقى اقول بقى حجم الشركة ربحية الشركة جودة آليات الحوكمة ممكن اقول ضعبة الرفع المالي لالالتزامات ايه اللي هي الالتزامات اللي على الشركة يعني طيب ده كله دي اقول على بقى متغيرات من رقابية او متغيرات حاكمة او متغيرات ضابطة تمام يبقى معنا ان احنا بنحطها بيتم وضعها واضرابها في نموذج الانحضار اللي احنا بنكتبه في البحث بتاعنا لضبط العلاقة ما بين المتغير التابع والمتغير المستقل عايز اقول نموذج تاني اخر على سبيل المثال البحث اللي انا ارسلته لحضراتكم اللي هو بالعنوان اصر هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة على مستوى التحفز المحاسبي بالتقارير المالية دراسة تطبيقية على الشركات المسجلة بالبورسة السعودية خلاص مش عقل اتكلم بها فقصة المتغير التابع والمستقل خلاص على اثناء لو جل نقول العنوان بتاعنا ده وانا ارسلت لحضراتكم البحث قبل ذلك وقلت للاسترشاد بس سنة واحد دكتور انت بتقول اثر من هيكل الملكية وخصائص لجان المراجعة انا لا ده يبقى المتغير المستقل هنا عبارة عن ايه عن حاجتين مش حاجة واحدة بس عبارة عن نبط هيكل الملكية والتاني خصائص لجان المراجعة تمام بنقول اثارهم على مين على مستوى التحفز المحاسبي ابقى معنى كده المتغير التابع من التحفز المحاسبي المشكلة طيب المتغيرات الرقابية او الضابطة بتستميل المتغيرات الرقابية والضابطة ان بتسمى مين بعض العوامل المؤسرة على المتغير التابع ولكنها لا تدخل في نطاق الدراسة محل البحث وبيتم ما اضافتها من اجل ضبط العلاقة ما بين المتغير المستقل والمتغير التابع زي ايه مثلا والله قلت حجم الشركة الرفع المالي نوع النشاط الشركة دية ذات طبع صماعي وتستخدم مستوى تكنولوجيا عالي ولا لا ممكن اقول العائد على الاصول او ربحية الشركة نوع مكتب المراجعة لما دي اسمها متغيرات انا بقولها من عندي انا كباحس طب سنة واحدة دكتور طب افتراضا دينا مثلا او هدير جاء تعمل بحث سأتاخد متغيرات رقابية اخرى بخلاف اللي انت قلتها تمام ايه المشكلة ما فيش مشكلة خاص ينفع ينفع ويجوز تمام يبقى في النهاية عايزكم تفهموا القصة بتاع المتغيرات دية الابناء وابنات الافاضل ها يبقى هم طبعا للمنهج والمقرر عليكم المتغير المتداخل والمتغير الوسيط والتابع والمستقل خلاص قلناه ويهميني تعريف كل واحد منهم وممكن نجيبه في اسئلة لا عايزكم بقى تتهموا في حالة عملية لو جيتوا تعملوا بحث بتتأثر الى متغير متغير مستقل متغير متغير رقابية او ضابطة تمام مفهوم الجزئة دية عبداليا ومناتي ولا لا طبعا المفترض بنيجي نعمل بعد كده ايه حاجة اسمها نموذج الدراسة نموذج الدراسة وانا ارسلت لحضراتكم البحث قلت للاسترشاد والله للفهم مش هديبه في الاختبار مش هقولكم نموذج للحضار بنعمله ازاي بس دايما بنعمله كده يجو مال ايه انا بقول اثر هايكة للملكية على مستوى التحفز المحاسبة تمام التحفز المحاسبة ده بيتم استخدامه او قياسه ازاي ده في الفصل القادم بقى الفصل خامل هو قياس المتغيرات فباستخدمه والله مثلا باستخدام نموذج معينة اللي هو عبارعا لان فيه عد الطرق لقياس من هذا التحفز او هذا المتغير اللي هو التحفز المحاسبة فبقول الله انا هايسو من خلال مثلا نموذج اسمه ايه نموذج القيمة السوقية الى القيمة الدفترية لحقوق الملكية market to book ratio اللي هي mtb ده خلاص ده نموذج معين ده والله اللي قدم هذا النموذج وبقول اسم العالم اللي هو الدراسة بتاعته بيفيار اندراين ايه سنة 2000 لازم اكتب الكلام طال تمام يبقى انا ما اجعل النموذج بتاعي لو انت رجعتوا بقى للبحث اللي رصيته هتقولي كاتب كده النموذج الاول اثر هيكل الملكية على مستور تحافظ المحاسم وانت قد mtb it متساوي b0 زائد b1 وانت كاتب بقى insow زائد b2 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 اللي هي blow زائد b3 وقت maw زائد b4 كل الرموذج ده لازم اكون نترجمها وقول دي المقصوب دي هايه فالمفترر الملكية الاولية اسمها ملكية مؤسسية ملكية اتكبار المستثمرين ملكية ادارية ملكية عائلية ملكية مشتتة لبقى دي نمط هيكل الملكية اللي انا بغضل في النموذج بتاعي وبعلي كبه بعد ما خلص هو ما كاتب ايه زائد b6 f size يعني firm size زائد b7 lev اللي هو درجة الرفع المالي زائد b8 indus يعني industrial ما شكده زائد b9 r o a المعادة العاد على الاصول او ربحات الشركة زائد b10 اللي هو audit type يعني نوع متى بالمراجعة زائد e i t اللي هو ايه بند الخطأ العشوائي ده اسمه بنسميه في البحث بتاعتنا اه او في البحث المحاسب او البحث المحاسبية نموذج الايه نموذج البحث او نموذج الانحضار الذي من خلاله سيتم قياس العلاقة ما بين المتغير التابع والمتغير المستقل من خلال متغيرات اخرى اسمها متغيرات الرقابية ومتغيرات ضابطة مش عايز بقى اطير على حضرتكم في هذه الجزئية لكن اللي يهمني ابنائي وبنات العفاظ اللي تعرفوه يعني بقى متغير تابع يعني متغير مستقل نقدر نحدد المتغير التابع والمستقل ولا ما نقدرش خلاص نقدر تعريف المتغير المتداخل تعريف المتغير المستقل الوصي في حاجة برضو احب ان انوه عنها واشير في صفحة 66 بعد اللي ايه اجد الرسمة اللي هو عملها عند حضرتكم فكتب كلمة كده هكتبها برضا عشان تعرفوه ناس تنتج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ابناء وابنات لا فاضل اعتذر السيستم ومفاصل تاني معلش ما زل نشوف الموضوع دو تعني ايه حكاية المتغيرات مع السيستم يعني تمام طيب انا بس احلق لصنا المتغيرات انا اخر حكو انو فينا عن ده لما كتبت ايه نستمتج منها صبع باختصار بقى وبيجاز ايه بقى النقطة اللي بقول لكم انها خطأ اللي انا كتبتو ده موقت ان استمتج مما صبت هل فيها خطأ ولا ما فيها اشتبتنا وابنات الافاضل ها هل يوجد فيها خطأ ام لا هم عم حدا يجبني ما فيها خطأ مما سبق ها كده وصلت ما فيها الخطأ كمان يا دي موجودة عندكم في صفحة 6 و 60 عشان باستوى في الصورة يعني مش كده طيب واضحة كمان قالت خطأ خطأ فيه نايف قال ما فيهش خطأ وصار قالت اه يعني اي ما فيهش خطأ من ما اه انتي قلت ايه يعني نستنتج من ما لا يا مفتنى نستنتج مما سبق على فكرة نستنتج مما سبق او في ضق ما سبق من ما طيب انتو ركزوا عليها كنحية لغوية من ما نبقى نسأل فيها برضو نعرف بس ايها صح نستنتج مما سبق عايز يعني مما سبق مفيش مشكلة تمام لكن الفارق بقى اللي انا كنت عايزك وتركزوا عليه برضو اهي بصي كده نستنتج اهي اركض عليها بقى داي لما لاقي نايف ابننا نايف عشان مشاهد علمني لما اتكلم عنه شوية لما لاقي نايف يقول لي نستنتج مما سبق قولك ثانية واحد ثانية مين اللي ناستنتج دون يعني يا دكتور موكلمة ناستنتج النون هنا النون ناستنتج ها نيجي نكتب كده و نرى انه يجب فيجي الاستاذ المشرف عليك يقول لك مين يأدي و نرى دول مين دول اللي يروا انت بتقول و نرى انه و نرى و نرى ايه و نرى انه دي يعني مين نرى دول يعني يا دكتور عايز تقول ليه الخلاصة يعني يا ابن رحاق دايما نتعلم باك يقول لك ايه من مقومات الباحث العلمي التواضع 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 يقول لك كده و فوق كل ذي علم عليم يعني ايه التواضع يعني ما تيجي تقول الناس تنتج انهم هنا معناها حاجة من الاتنين اما اما الجمع او التعظيم ان الجمع او التعظيم اه طبع ها لما جيت احمد حامل كده الدكتور احمد حامل ايه جيتت في البحث بتاعه و لك ايه و نحن نرى و نحن نرى مين عم الدكتور و نحن نرى دي اه انت ايه لقولت الجمع ميا مريم بتقول لي الجمع طب هو الجمع ده هو انت ايه البحث ده انت الوحدك ولا في مجموعة يعني معك حتى لو في مجموع ما تكتبش و نرى ما تكتبش و نستنتج لان هنا ممكن معناه التعظيم وهذا يجب ان لا يتصف به الباحث هم قال لي يا دكتور اكتبه يعني اقوم كاتب كده بص كده و يرى الباحث قاتب مثلا و يرى الباحثون او الباحثين على حسب بلسهم البملة يعني يبقى معناها انت بتقول ايه تعني التعظيم وهذا مرفوض لان من صفات الباحث الطواضع وبالتالي ابناء بس احبيت تنوه عنها علشان تقوى عارفينها بالمناسبة يعني فيبقى معناها اه زينا ما تقولك انت هتعقدنا في البحث العلمي لان تعلم بقى صادية و هتوقع افتركز على النون والضمة والكسرة والفتحة اه طبعا ما نعود نون الكسرة والفتحة ما ينفعش في اللغة هو ينفع في الجرامر مثلا لو باللغة الانجليزية انا بتكلم عن نفسي مثلا يبقى شخص اقول هاذ ولا هاذ ولا ايه بالضغط يعني اقول ويه ولا اقول ايه يبقى معناها انت ايه فيه قواعد اساسية في اللغة العربية او في اللغة الانجليزية يجب ان تكون على الانجليزية الباحث لازم يكون ملم بيها ما ينفعش معشان كده ده دور المشرف يعني لان استاذ الالف الماجستير على فكرة تمام بس يا دكتور دي في البلاغة خلاص يا منا مفيش مشكلة برضو في البلاغة لازم يكون في بعض الانجليزية تمام في النهاية هي نواحي موضوعية مهمة يجب ان انت تكون على الاقل ملم بيها وعرفها عشان كده لما انا اشارت عند كده قلت ايه بعد ما تشتغل في البحث بتاعك بمنطقة البساطة لو انا ممكن اكون انا كأنا كأحمد حامد ممكن اكون مش ملم بالقواعد كلها يعني في منطقة البساطة خلي استهزم الزميل اللي ايه متخصص سرور العربية يراجع البحث بتاعك والحركات مسجلة ممكن حاجة من الاثنين يقول لي والله انا هاخد اتعابي يعني انا رجعلك البحث ده هاخد مثلا 500 ريال خلاص ايه المشكلة يعني؟ حقه اه حقه رجل يشتغل وتعب ورجع للبحث مفيش مشكلة خالصة والله ممكن يكون صديقي لي او حبيبي مثلا والله يلاقي يعملاني خدمة مثلا خلاص اوكي نزا الله خيرا برضا يعني بس ما ينفعش برضا نائف يعني اعزمها حتى ولو على كس شاي ولا فنجان اهوة يعني يعني اصد الامور بسيطة وميسرة تماما مفيش ادنا مشكلة خالص يعني عشان كداما كان أستاذ انا فاكر كده في المجستير الأستاذ الكبير البروفيسير يعني بعد ما خلاص قال لي ها الرسالة فيها اي حاجة قبل ما اخدها راجعتها كويس لان هو عايز فعلا لما يجي يراجع الرسالة بتاعتي يخلي مجهوده كله يبقى ايه يتركز على الجوانب العلمية ما يعودش بقى يقول ايه والله الانة والفصلة والضمة والكسرة يعني دي هتاخد من وقته ومجهوده او طبعا لكن المفترض ان ما يركز بقى لا هيركز على النواحي العلمية يبقى في الصميم يبقى في الصميم يعني زي بزبط الطبيب كده لو فيه جرح ولا حاجة مثلا الطبيب بقى مش يقعد ينظف الجرح ويعمل وكذا المفترض فيه فريق ما عابي يساعده صح هو مهمته يشوف بقى الجرح ده لا محتاج يتخيط لا محتاج ينكتب له علاج معين الوصفة تبقى كذا لا مش محتاج خياطة لا كذا يبقى بيركز على النواحي ايه لكن انا ضفت الجرح وقى فيه طعم التمريض فيه اطباء اصغر منه يبقى معناه ان هو وقته مجهوده للحاجات المهمة طبعا عزرا في التخفيه تمام؟ فحبيت اقولها بس لحضراتكم لان المفترض من النواحي الشكلية التي يجب او اللغوية التي يجب الانتمام بها نعم كما يقول لكم امرك كده لم يقول لي ايه ها ثلاث خصائص او ثلاث ها ولا ثلاثة خصائص طب هو الاستاذ يعني هيعبقى ايداة انا في الدكتوراه ايه يعني غلطت فيها برضو على ذكر بالمناسبة وكتبت كده قال المفترض فصول يبقى فصل ده منه ذكر يبقى لابن منه اربعة فصول كنت كاتب كده اربع فصول فلايجت استاذ المشرف عمل لي دائرة على كلمة اربع بس ما قالش اي حاجه فأنا بسأله قال لي هي اربع ولا اربع صح والخطأ يعني فأنتم بالاجابة ايه يعني لشان اختصر في الوقت يعني فأنتمتسم يعني قال لي لا الصح كذا تمام فأيه الفكرة فيه بقى ان دايما الواحد طب اقول لكم حاجة انا لسه عارفها معلومة مش عقلت لكم ولا يعني بس قلت لطلاب يعني كنت بقى اشتغل في احد الابحاش وكتبت كلمة كده ما سأقي ولذلك ولذا مش عارف لتاكم المرة الماضية ولا لا يعني البحث والله مش عارف كب معي ولا لا مش معي مش تحت ايدي الان يعني فكت احد الاخر بحيثي الحمد الرب عمين يعني ثم ارحلت التحكيم الحمد الله فأنا بقى ارى الجزء في البحث كده فليه بكاتب الصياغة الفقرة وبعدها فصلة ولذلك هيجب كذا كذا فأنا جيت قلت لك طب المفترض اقول ولذلك ولا ولذلك اتصلت على طول في التاب والنحظة بأستاذ متخصص في الواقع العربية ده الله خير انتوا يا دكتور لو سياغر كذا اقول ولذلك ولا ولذة ها انتوا رأيكم ايه في فرق ما بيننا اللي كتيره ولا ما فيهش ها بالمناسبة اختصار الوقت يعني هناك فرق بينهما بإيجاز شديد ايوه القريب والبعيد تمام باس الله نعيد يا مولا والله بانتحالة ربنا يكلمت الله يا ابنة طمال فاضلة تجيب النفسك يعني عصير على حسابي اليوم مش بكرة لا اليوم تمام كلمة ولذلك يبقى دي بتعني اه في البعيد انت بتدسل قدام لسه شوية يعني اه ممكن يبقى فيه فترة طويلة شوية ولذلك يجب على ابنته نعمون انها تعمل كذا وكذا 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 خلاص هتعمل الكلام ده بس بعد اسبوع اسبوعين يعني مفيش مشكلة خالص يعني او بعد شهر انه ما بقول ايه ولذا علمون انها تعمل كذا وكذا يبقى ايه تعملوا في القريب المفترض خلال يوم او اتنين تكون منفزة هذا الكلام يبقى كلمة ولذلك بتعني البعيد اما ولذا فتعني ايه القريب فيها مشكلة ان احنا تعلمناها سلوة عربية ايه تعلمت منه قاعدة ومشاكلنا الدكتور وجزاك الله وخير مشكلة ولا ايه غرمت المكالمة التليفون خلاص مش مشكلة يعني انعديها هيعمل الريال ولا ريالين يعني بس كاريجي ان افتع يعني جزاو الله وخيرا يعني طيب بعد ذلك اه مفهوم الكلام اللي بقوله والله صعب ايديها وغنات الافاظت انا عشان المتغربة بقى ما عدش اخدش فيها كتير بس يعني ايه خلاص انتوا فهمتوا بقى بعض القواعد والقواعد اللغوية كمان اللي بنون عشان عادينا انتقل الى جزئية تانية مهمة وغاية في الاختبار انشاء الرحمن اللي هي برضو الفروض الفروض طيب تعريف الفرد بشكل عام ها الفرد بشكل عام هو عبارة لمنى بقى تعريفه ابداعي وبنات الافاظت ها تعريف الفرد في صفح التام في صفحة 68 في صفحة 68 قال تعريف الفرد باجاز عشان ما نطولش بقى الفرد هو عبارة عن توقعات علمية او الفروض هي عبارة عن توقعات علمية حول حل المشكلة موضوع البحث ويعرف الفرد بانه علاقة منطقية بين متغيرين او اكثر يعبر عنه يعبر عنه في شكل عبارة قابلة للاختبار وهذه العلاقة مبنية على اساس الاطار النظري للبحث يبقى ثاني يبقى ثاني تعريف الفرد علشان ممكن يجيبه في سؤال ها او بقى لي السؤال ايه نقطة هو علاقة منطقية بين متغيرين او اكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار نقطة وهم جايب الفرد ها الفرد بجيم دال اجيب اي مسميات اخرى يبقى معنى كده ان الاجابة الصحيحة والاختيار الصحيح هو مين؟ هو الفرد فتعريف الفرد مهم لو تقرمتم نازم نبقى عارفين طيب ده كده بالنسبة لتعريف الفرد عايزين نقول امثلة على استنتاج الفرود امثلة على استنتاج الفرود طيب نقول الامثلة دي امثلة واقعية من ابحاث سابقة طيب لما نيجي البحث اللي انا ارسلته لحضراتكم عشان يبقى ان انا بتكلم مش هقول ابحاث غريبة لا ده بحث سبق ارساله لحضراتكم اللي هو مدى افصح شركات المساهمة السعودية عن ممارسات التنمية المستدامة في تقاريرها المالية كنت اي الدراسة ميدانية المفترض لما جيت اصيغ فروض الدراسة فروض الدراسة الفروض دي كان يتعبر عن كم فرد ممكن يبقى اثنين او ثلاثة ايا كان وممكن البحث كله يبقى فرد واحد مفيش مشكلة طيب وامتعين ايه في ضوء الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وتحقيقا لاهدافه يمكن صياغة واختبار الفروض التالية نلقش بقى الصيغة دية اه توجد فروق ذات دلالة احصائية كان كده توجد اهيه توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء توجد فروق ذات دلالة احصائية ممكن اقوله السيغة بشكل اخر ايه هو توجد لا توجد السيغة فيهم الافضل المال ايه هناك حاجة اسمها فرد العدم والفرد البديل لا اقتبلكم بقى لاندي امبكر عليكم اوه فرد العدم الفرد البديل لا انت يا عم الدكتور احمد هتستخدم اي صيغة عند صيغة الفرود بتاعتك هتصيغها في شكل فرد العدم ولا في صيغة الفرد البديل فردنا بتقولي يعني دكتور لو انا حبيتها اقول اي صيغة منهم مفيش مشكلة اه عادي مفيش مشكلة خالص بس يبقى معناها انتي تبقى عارفة الصيغة اللي انت هتستخدميها ايه لو انتي قلت بقى فرد العدم معنا ايه فرد العدم ده موجود عند حضراتكم صفح السبعين صفح السبعين نخلي بالنا عشان ده ايدا الخلاصة بتاعيسنا ايه هو بقى فرد العدم لا توجد لا توجد لا توجد لا توجد لا توجد لا توجد يبقى ده صيغة فرد مين فرد العدم انما توجد يبقى ده الفرد البديل يبقى تاني اقتبها ايه يبقى توجد واعمل مؤقت كده اهو فرد بديل لا توجد يبقى يبقى كده ايه فرد فرد العدم بالمناسبة بالمناسبة فرد العدم يرمز يرمز له بالرمز ايه ايه الفرد الفرد البديل يرمز له بالرمز ايه البديل موجود في صفحة 70 فرد العدم والفرد البديل فرد العدم هو جملة تبين عدم وجود علاقة ده ده صفحة 70 ده صفحة 70 فرد العدم ايه فرد العدم هو جملة تبين عدم وجود علاقة دقيقة ومحددة بين متغيرين بعدها بسطرين كده ايه 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 فرد العدم يبين انه ليس هناك علاقة معنوية بين المتغيرين او انه ليس هناك فرق جوهي بين المجموعتين دقيقة الفقرة اما الفرد البديل والذي يعتبر عكس فرد العدم هو جملة تبين ان هناك علاقة بين المتغيرين او ان هناك فرق جوهي بين المجموعتين ده كده باختصار ابناء وبنات الافاضل لايه لفرد العدم والفرد البديل بقيت الفصل ما يهمنيش ان انتوا بقى يعني مجرد قراءة فقط لا غير لكن اللي يهمني ها تعريف الفرد بشكل عام ثم يعني فرد العدم ويعني الفرد البديل تعريفهم وشكل كل واحد نخلي بالنا صيغة فرد العدم صيغة فرد العدم يبقى انا بالوقت البحث لما ارسلته لحضراتكم لما اقول ايه بقى عشان نقول السؤال بقى في الجزية دي ممكن يجي ازاي بفرد انك تقوم ببحث بعنوان مدى افصاح شركات المساهمة السعودية عن ممارسات التنمية المستدامة في تقاريرها المالية في ضق ما سبق بيمكن صياغة صياغة الفرد البديل الفرد البديل بالشكل التالي طبعا المفروض ان انتوا يكونوا مذكرين وعارفين فرد بديل يعني ايه يبقى توجد انما فرد العدم لا توجد هو طلب مني في السؤال ايه صيغة فرد مين الفرد البديل الفرد البديل وما لما لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول مزايا ودوافع افصاح الشركات السعودية عن تقارير الانصدامة توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول مزايا ودوافع افصاح الشركات السعودية عن تقارير الاستدامة لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين اراء عينة الدراسة حول تحديات ومعوقات الافصاح المحاسبي عن تقارير الاستدامة في الشركات السعودية يبقى الاجابة الصحيحة الف ولا بيه ولا جيم ايوة تمام ابنتنا مريم على طول موتوماتيك وانت مغمضة عنيك طالما قال لي لا فرد من البديل يبقى ايه توجد انما لو قال لي فرد العدم يبقى ايه لا توجد صيغة السؤال ده واضح ولا مش واضح ابناء بنات الافاضل اه الفرد العدم والفرد البديل مفهوم ولا مش مفهوم يبقى البحث لما ارسلته لحضراتكم وقلت الفرد الاول الفرد الثاني والثالث كانت الصيغة توجد فروق ذات دلالة احصائية بين كذا الفرد الثالث توجد فروق ذات دلالة احصائية لو احباب يسألكم هو الدكتور احمد لما جاي سرغ الفروق صغها في صورة الفرد العدم ولا الفرد البديل اه ايه تمام ابنة رامونة لما صغها في صورة ايه الفرد البديل بالمناسبة والله جات على بالي يعني جزاء الله خيرا من استاذنا الفاضل يعني واحد الاستاذة في الوطن العربي كله من اعلام المحاذبة في الوطن العربي وكان استاذنا في المملكة فترة طويلة يعني ونحسبه على الخير يعني اما جاي نريسي في الدكتوراه اول سؤال سألهولي قبل ما يسألني في العنوان بعد ما القى التحية كده على الحضرين وعليا قال لي قال لي ايه قال لي ايه انت في رسالة الدكتوراه استخدمت صيغة فرد العدم ولا الفرد البديل طبعا لو انا مش عارم الفرق بابينا فرد العدم والفرد البديل ايه انش عارفها جاول ايه انش كده قال لي ايه اول سؤال انا اتذكر فعلا والله يجي على بالي الان يعني يبقى معناها ان فعلا مهم الكلام ده اه طبعا انا بثل كدت عايز اشير لحايدا برضو معلش هاخد يعني اذا سمحتولي دقيقتين حتى مش خارج المنهج لان الموضوع ده مهم وبيحصل مشكلة كبيرة ولبس عند الباحثين ايه هو بها؟ طب اتباه لكم عشان ده انا سؤال جبته سؤال بصراحة اهو سؤال صحة او خطأ لا يوجد فرق بين الفرديات او فرديات البحث نكتبها لقى نكتبها كده بقى اول ايه عادي الفرديات وخلاص نختص عشان وقت يعني الفرديات وطبعا نكتبها كده بالانجليزي اللي هي هيبوسيز وشي مصطلح تاني اللي هو ايه والافتراضات اللي هي السامبشاند يعني كده لا يوجد فرق بين الفرديات والافتراضات تمام؟ اه الف العبارة صحيح بيه العبارة خطأ يبقى العبارة ايه؟ العبارة خطأ طبعا اولا دي الفرديات الاسمها ايه؟ هايجوشيز افتراضات اسمها ايه من المصطلح الانجليزي السامبشاند عشان بكرا انا جبت السؤال وفيه مصطلح بالعرب ولا بالانجليز تمام؟ طب ايه الفرق يا دكتور من باب العلم بالشيء؟ الفرضية قابلة للصح والخطأ تمام؟ طب الافتراض اتمنى اللي كان؟ الافتراض هو اساس يبنى عليه الحل تمام؟ افتراضات ومسلمات تمام؟ لا مونة وزينة بسم الله ما شاء الله انا كنت قلت المونة تعزيم نفسك على عصير مشكلة؟ لا ممكن تجيبي عشما يهم كيش منتجة زينة تمام؟ ابناء وبنات الافتراض ربنا يكرمكم واعفازكم يا رب العالمين طب هقول انا بس في عجالة سريعة كده عشان ايه الخلط اللي بيحصل ما بينهم ده انا بقول مثال لطلابي حتى في المسافلة بكده كنت بقول نفس المثال ومالومة هنفترض ان انت جبت سيارتا دي توقفت فاجأة عشان اعرف الفرق ما بينه توقف السيارة ده عبارة عن مشكلة لان هي اكيد هتخليك ما تعرفش والله تسوق السيارة وتوصل في المكان اللي انت عايز تروحه وفي الموعد المحدد ولذلك فانك تضع فرضية اهو فرضية يبقى ان سبب المشكلة ممكن يكون انتهاء البنزين والله مفيش بنزين في السيارة او ممكن يكون الطير القهرباء اللي في السيارة في انفصال او في انقطاع في مشكلة يبقى دي اسمها فرضية هايبو سيز اذا اختبرتها بتصل الى حل المشكلة ولكن اذا افترضت ان السيارة ده انا قدت السيارة لسه كنت تجيبها من عند القهرباء من الورشة والمفروض انو اصلح كل شيء يبقى معناها ان انا مش هدرس ايه هذا الاهتمال مشكلة اقول ايه يبقى ده الفرق ما بين الفرضية والايه والافتراض الفرضية هي عبارة عن ايه ها ما يراد اسبات صحته او خطأه عايزين نختبر هلو صحه ولا خطأ مشكلة اقول ايه وبالتالي هي تعتبر منافذ محتملة للايه للحل اما الافتراض فهو اساس يبنى عليه الحل فبس يهمين ان انتوا تعلموا عشان ده سؤال برضو ممكن نجيبه نبالين ايه لا يوجد فرق ما بين الفرض والفرضية او الافتراض العبارة خطأ لان هناك فرق ما بين الهايبوسيس والايه والاصام طبعا اكيد برضو هناك فرد العدم والفرد الايه اخر حاجة نقولها ونختم بيها نقولها برضو في صيغة السؤال اذا تم قبول فرد العدم عكس الفرد البديل فرد العدم عكس الفرد البديل ونقط لو انا قبلت في البحش التاعي وصلت الى انه تم قبول فرود العدم يبقى الفرود البديلة تقبل ولا ترفض انت قلت يا دكتور اللي تنعكسه بعد خلاص يبقى لو قبلت فرد العدم يبقى معناه ترفض الفرد البديل ولو رفضت الفرد العدم يبقى تقبل الفرد البديل يبقى الاجابة بتاعتنا ايه اذا تم قبول فرود العدم فان الفرود البديلة الفرد الفرد وترفض في ال واحد ايه تقبل وترفض ثان واحد يبقى الاجابة صحيحة زينا بكتابيتها منهاية يبقى الاجابة صحيحة طرر فض تمام وضح ممكن يجبع صحة وخطأ اذا تم قبول فرد العدم فان الفرد البديل يتم قبوله ايضا الف العبارة صحيحة بى العبارة خطأ ايبقى الاجابة العبارة خطأ لان الاثنين يتقبلوا واي طبعا إذا قبلت فرض العدم يبقى بيتم رفض الفروض البديلة وإذا رفضت فرض العدم يتم قبول الفروض البديلة أي العكس بالعكس يبقى هنا كده العكس بالعكس عشان وانتوا بتذكروا بس موفاك لنا تمام؟ ده كده بإيجاز شديد أبنائي وبناتي لفاضل لفروض البحث طبعا كنت عايز بقى أتكلم والله قلتوا بحضر لكم حاجات من خارج الكتاب بس مش عايز أقولها بصراحة بإيجاز شديد كده كنت أدور بقى تعريف الفرديات وشروط صياغة الفرديات بالمناسبة يعني وأنواع الفرديات أصلا ممكن ناسمها إلى فرديات حاجة اسمها فرديات موجهة وفرديات غين موجهة وفرديات الإحصائية وفرديات البديلة واختبار الفرديات بيتلمس زي يعني إلى حد ما كده يعني بس ده كله خارج المقرر فمش أقوله بقى خلاص نبتفي بهذا ليه بهذا القد أعتقد كده النهاردة يعني العملاقة مبسطة وفي ذات الوقت يعني قلنا برضو مجموعة من الأسئلة المهمة جدا 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 أبنائي وبناتي الأفاضل بننطلق بعد ذلك من صياغة الفروض إلى قصص القياس وقياس المتغيرات اللي كنا بنتكلم عنها من شوية اللي هي المتغيرات بقى المتغير التابع والمستقل والمتغيرات الرقابية أو الضابطة يا طرى يا هل طرى كيفية قياسها إزاي هذا ما سيتم تناوله في اللقاء القادم بمشيئة المولى عز وجل وذلك يوم الأربعاء في تباني الساعة الخامسة مساء بمشيئة المولى عز وجل هل هناك أي سؤال أبنائي وبناتي الأفاضل قبل أن ننهز اللقاء ربنا يكلنكم جداكم الله خيرا إلى أن ألتقي بحضرتكم في اللقاء القادم أترككم في لعاية الله وأمنه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر